السلام عليكم كلنا تابعنا في الفترة اللي فاتت اخبار فيروس كورونا واللي تكتر من الناس لسه ما تعرفش بان الفيروس بقى اسمه كوفيد 19 طبعا الفيروس ده غير من ملامح حاجة كتير نعرفها في العالم وغير من تفكير الناس كلها وهدت حياة الكتير من الناس بالخطر ومع انتشار الفيروس وتحوله الى خطر بهدت العالم كله بعدها ظهر فيروس هانتا واللي كتير من الناس خايفة منه ولكن في نفس الوقت التقارير الطبية بتطمننا بانه ما تقلقوش الفيروس ده ما هواش بنفس الخطورة او احتمالات انتشاره مش هتكون بنفس الخطورة بتاعت فيروس كورونا بازن الله ولكن في نفس الوقت ظهر فيروس اسوأ من النوعين لازم تاخدوا بالكم منه كويس قوي الفيروس ده هو لما انت بتبدأ انك تهدم معنويتك ده اسوأ فيروس ممكن يصيبك واسوأ فيروس ممكن يهدد حياتك اتخلص من اي كآبة في حياتك اتخلص من اي سلبية في حياتك اتخلص من اي خوف او قلق خليك واثق في ربنا سبحانه وتعالى بانه ينجيك خليك واثق بان ربنا سبحانه وتعالى موجود جنبك خد بالاسباب استقب ربنا سبحانه وتعالى جانب منها بانك تاخد بالاسباب وتعتمد على ربنا سبحانه وتعالى بانه ينجيك واهم حاجة ارفع معنويتك اشتركوا في القناة